قد يواجه الإنسان ظروفا ومواقف صعبة تفرض نفسها فجأة ودون ما إنذار وعندما يكون لدى الإنسان المعرفة والدراية بكيفية التصرف في مثل هذه الظروف والمواقف فإن ذلك قد ينقذ حياة إنسان آخر سنتكلم اليوم عن الإسعافات الأولية منها إصابات الحروق التعاد الحروق من أكثر الإصابات شيوعا والتي تحتاج إلى معالجة إسعافية ومن أنواعها الحروق يعني الناجمة عن المياه المغلية أو أحيانا أشعاط الشمس في حلقتنا اليوم سنتعرف على أنواع الحروق وأهم الإجراءات الواجب اتباعها عند الإصابة وطرق الإسعافات الأولية مع المستشار ناهد الحنبلي خبيرة التطوير المؤسسي والخبيرة الدولية في برامج الأمن والسلامة والإسعافة الأولي لأكثر من ثلاثين عاما في صباح بلقص أهلا صباح النور يا أهلا فيكم أهلا وسهلا الله يسعدكم يسعد صباحكم ويومكم يا رب الله يسعدكم يعني أنت شفت يكون نشوف الخبر يعني تبع الجند البريطاني اللي من حرارة الشمس أغمي عليه فقبل ما نتكلم في تفاصيل أكثر خلينا نعرف يعني أستاذة ناهد أيش هي أنواع الحروق أولا ندخل في أنواع الحروق تمام بالنسبة لأنواع الحروق إحنا عنا ثلاث درجات من الحروق عنا حروق الدرجة الأولى حروق الدرجة الثانية حروق الدرجة الثالثة حروق الدرجة الأولى بتعمل إحمرار خفيف بالبشرة وبتعمل ألم بسيط يعني بتشعري بالألم حروق الدرجة الثانية بتعمل الإحمرار بيكون أقل ولكن الألم بيكون أشد لأنه بيدخل على منطقة الأعصاب فشعورك بالألم بيكون أشد وممكن حروق الدرجة الثانية تعمل فقعات فقعات يعني مية عبة تحت طبقة الجلد حروق الدرجة الثالثة طبعا هي بتكون أشد وأسوأ لأنها بتتلف طبقة الأعصاب بتتلف وبتعمل طبعا بتتلف طبقة الأعصاب وبالتالي بتكون فيها خطورة على الحياة في الدرجة الثالثة لأنه الإنسان بيفقد الشعور بالألم وممكن يكون يظهر على الجلد تفحم ويعني تآكل في المنطقة عمقي يعني إحنا تآكلت العصابة تآكلت العضلات فبالتالي فيه خطورة إذا كان منطقة الحرق بيكون أكتر من 20% في الجسم أو في المناطق الحساسة في الجسم فبتكون فيها خطورة على الحياة مباشرة طيب أستاذ ناهد بما أنه نحن بدأت الصيف عندنا وتعرفي يعني سبحان الله المناخ تغير كثير شهدنا يعني موقات قفاف وموقات حر مثلا في البصرة في العراق يعني وصلت درجة الحرارة بشكل كبير وللأسف مع انقطاع التيارة الكهربائي فوق الأربعين يعني للأسف يعني الله يكون في عونهم وعون كل البلدان اللي بتعاني نتكلم عن الحروق الخاصة بحرارة الشمس يعني تمام إحنا لما نتكلم عن حرارة الشمس قبل ما ندخل بالحروق حنتكلم عن التأثير أو التعرض زي هذا الجندي الجنود اللي أغم عليهم فتأثير الحرارة على الإنسان الحرارة بتأثر على الإنسان بثلاث مستويات الحرارة إما تسبب إنهاك حراري وإما تسبب إجهاد حراري وإما تسبب ضربة الشمس فالإنهاك الحراري إنه شخص يتعرض لحرارة مش شرط يكون يتعرض للشمس بشكل مباشر يتعرض لكمية حرارة أفقدته كمية كبيرة من السوائل فالتعرق الربوط تعرق مبالك بالآدم فمبالك بالإنسان فالإنسان هذا تعرق بشكل كبير فقط كمية كبيرة من السوائل وبالتالي ممكن يتعرض لصداع شعور بالغثيان يعني هذه المرحلة الأولى بالإنهاك الحراري الإجهاد الحراري كمية فقد السوائل حتكون أكبر كمية العرق كبيرة جدا الحرارة أعلى فبالتالي الأعراض حتكون أشد ممكن يزرق ممكن يغيب عن الوعي المرحلة الثالثة اللي هي ضربة الشمس إذا كانت تعرض للشمس بشكل مباشر فهنا طبعا هلأ في الإجهاد الحراري طبعا ضربات القلب بتكون أكيد مرتفعة النبض بيكون ضعيف ممكن كمان ترتفع الحرارة في الإجهاد الحراري في ضربة الشمس طبعا هنا الشخص تعرض للشمس بشكل مباشر ممكن تأثر عليه أنه طبعا هترتفع الحرارة مشكلتنا في ضربة الشمس ما في تعرق يتوقف التعرق عند هذا في ضربة الشمس ممكن يتوقف التعرق ينتفخ الجلد يحمر الجلد ممكن ندخل في الحروق اللي بسبب الشمس وهنا طبعا ارتفاع الحرارة ممكن يكون عالي جدا في ضربة الشمس وممكن الإنسان لا سمح الله يفقد حياته إذا وصلنا لمرحلة عالية فإحنا الجندي ممكن يكون دخل ما بين الإجهاد الحراري وضربة الشمس ما بين التنين إنه تعرض لحرارة وبنفس الوقت متعرض لشمس مباشر إنه لابس لبس سميك جدا فهو هنا تعرق بشكل شديد جدا مع إنه في طاقية فممكن يكون مو ضربة الشمس لكن وصل مرحلة كبيرة من الإجهاد الحراري يعني فقد كمية كبيرة من السوائل أيوة يعني ممكن يكون التعرق يعني مضر أحيانا بدل ما يكون مفيد إحنا نعرف إنه تعرق لتبريد الجسم رائع جدا رائع يعني كتير السؤال هذا رائع هلأ التعرق أروح حاجة إنه ربنا أعطانا هذه الصفة في أجسامنا إنها تستطيع إنها تبرد نفسها ولكن لما تتوقف خطر جدا يعني في ضربة الشمس إذا توقفت يعني خطر يعني ترموت ستات الجسم تعطلت فما عاد يبرد نفسه ولكن إذا كمية التعرق صارت شديدة زيادة عن اللزوم إذا أنا فقدت كمية كبيرة من السوائل زي ما بيصير أحيانا في مكة مع الحجاج إنه هو جو الخيمة ولكن تعرق بشكل كبير التبريد مش جيد فبالتالي حندخل في الإجهاد الحراري مع الإجهاد الحراري ممكن تصير تشنجات في بعض مناطق الجسم كمان عرفتي لكن طبعا أكيد ضربة الشمس أكيد أشد خطورة لأنه زي ما تفضلتي إنه أنا جسمي بينتفخ الجلد بيحمر ما عاد يفقد يعني ما عاد يبرد نفسه ما عدت أتعرض أنا ما عدت أستطيع أني أعرق توقف التعرق فعشان كده ضربة الشمس خطيرة جدا ندخل الآن لطريقة الإسعاف كيف يمكن إسعاف الأشخاص اللي يتعرضوا لمثل هذه الحالات لمثل هذه الحالات أنا أهم نقطة عندي في هاي الحالات سواء إنهاك حراري أو إجهاد حراري أو ضربة الشمس تبريد الجسم يعني مو تبريده يعني أعرضه لكمية برودة شديدة لا أنا بدي أمطر هذا الشخص لما كان يكون جو بارد فيه أكسجين أعطيه كمية كبيرة من السوائل ومش غلط إني أنا أحطه تحت دوش تحت المي علشان أنا أبرد جسمه قدر المستطاع ودائما أنا في عملية التبريد دائما في أي ارتفاع حرارة بفضل دائما إني أنا لما أبدأ في تبريده بالماء إني ما أبدأ من الدماغ مباشرة أبدأ مثلا في أطرافه وأرفع شوي شوي الماء تدريجيا لحد ما أغطي بتحصل صدمة للجسم لما تكون من الرأس تقريبا نعم برافا يعني أنا بخاف إنه الإنسان يتعرض لتشك لصدمة إني أنا فورا أعرضه لمية وتكون باردة فممكن يصير ردة فعل عكسية للجسم فلازم أنا أبدأ تدريجيا في تبريد الجسم من تحت لفوق وشوي شوي فلما أعمل هذه الحركة أنا هنا بردت الجسم بطريقة طبيعية وبمية مو لازم باردة ومتلجة وتلج لا مو لازم شوي شوي بحيث إنه الجسم يبرد تدريجيا وأخفض درجة الحرارة طبعا إذا كانت الحرارة مرتفعة فأنا لازم أضل إما أني أنا أحطه تحت المي وأعطيه خافض حرارة يعني أعطيه أدوية مخفضات للحرارة وإما كمان أنا أجيب مثلا زي هذه الفوطة أغطسها بالمي وأغطي الرأس الأطراف الشخص هذا المصاب هل تعرضت للحروق يعني الأطراف اللي تعرضت للحروق أو بشكل عام؟ الحروق أشي تاني هلأ أقول لك كيف الحروق لكن إحنا الحروق طبعا أكيد حسنا يعني حروق الشمس يعني أكيد فيه نوع مختلفة هذا إسعاف لإيش الشخص اللي يقوم عليه اللي مرتفعة مرتفعة حرارته لأي شخص مرتفع حرارته سواء من الشمس سواء من حرارة حرارة جو العامة مثل ونزا بأي درجة حرارة مرتفعة طفل كبير أنا ببلل الماء وبخلي الكمادات بهذه الطريقة إنها تغطي الأطراف بالكامل أبعد دائما عن منطقة الصدر إذا أنا بستخدم الكمادات علشان المي ما تضر الرئتين هذا في حالة أي ارتفاع في درجة الحرارة الناجمة عن التعرض لحرارة الشمس أو الناجمة عن أي ارتفاع درجة حرارة في الجسم بالنسبة للحروق لأنه حاسة أنه أنتو حابين نتكلم عن حروق الشمس فإذا كان الإنسان هذا تعرض زي الآن إحنا عنا موسم الصيف والناس بتروح تسبح تروح تسبح صحيح فعمالين إيش هم بتجرؤوا زيادة إنه هم حابين يعملوا لون ومش عارف إيش فبتجرؤوا زيادة في التعرض لأشعة الشمس أنا لازم أحرص لما أتعرض للشمس يكون في مظلات وفي مواعيد للتعرض للشمس يعني مثلا فترة من الصبح لقبل الظهر هاي فترة جيدة هلأ إذا كان في دول الحارة زي العراق أو الخليج أيضا عندنا اليمن في بعض المناطق الحارة اليمن لازم تكون إما يعني مثلا خلص لحد عشرة صباحا بحد أقصى بعد هذا الوقت يعني أو بعد الـ 11 صباحا أكيد الشمس هتكون جدا حامية أيها التليفونات ما رح تتحملها هتتلف التليفونات ونفس الشيء بعد العصر يعني مثلا من بعض العصر للمغرب ممكن أتعرض يعني تكون ألطف الشمس شوي في حالة التعرض للشمس استخدموا المظلات حاولوا أنه تستخدموا المظلات ما أكون تحت شمس مباشرة ونستخدم كمان اللي هو واقي الشمس السن بلوك مثلا الآن فيه شواطئ صار نسائية فصاروا البنات أنه تروح على الشواطئ النسائية مثلا ممكن أنه جسمها يتعرض للشمس حابة تعمل لون لكن الأفضل أنها تحط واقي الشمس لأنه إذا تعرضت للشمس المباشرة بدون واقي الشمس فحيصير عندها حروق حروق ممكن تكون درجة أولى ممكن تكون درجة ثانية كمان وتعمل فقاعات في جسمها وشديدة إذا تعرض الإنسان لهذا الحروق إحنا دائما كيف نتعامل هنا أيوة إحنا دائما في الحروق لازم أول إشيء عملية التبريد يعني أحط تحت ماء أغطس هذا الجسم أو العضو المصاب أحطه تحت ماء معتدل مش لازم حار جدا ثاني شيء استخدم الفازلين الفازلين في حروق الشمس بالذات نتيجته رائعة جدا فيه فازلين وفيه بيبانتين كمان هذه معروفة طبعا فيه أدوية حروق كثيرة زي المشهورة جدا بسهرة كأسعاف أولي أيوة كأسعاف أولي الفازلين إذا معك فازلين شفت نفسك تعرضت لحروق من الشمس على طول يعني هو يعمل حماية مثلا حماية يعني نتيجته غريبة سحرية الفازلين سبحان الله فأنت على طول الماء للتبريد وبعدين طبعا تحت ظل مكان بارد على الشيء إحنا ما بدنا ندخل في ضربة شمس إجهات حرارة وبعدين أضع الفازلين فإذا لا سمح الله الشخص هذا اللي تعرض لأشعات الشمس اللي كان على الشط وتعرض لما رجع على البيت وجد فيه ارتفاع في الحرارة فنفس الشيء بدي يستمر في التبريد يدهن فازلين مراهن مختلفة للحروق وكمان يشرب كمية سوائل كبيرة جدا وياخد خوافض الحرارة إذا وجد نفسه إنه مع خوافض الحرارة سواء مثلا باراستامول اللي هو زي البنادول ومنتجاته أو فولتارين لسه الحرارة مرتفعة لازم أتجه للمستشفى لأنه ارتفاع الحرارة مؤشر غير جيد لأنه معناته فيه مشكلة في تبريد جسم بدأ يظهر عندي مشكلة في تبريد الجسم إذا الشخص هذا حرارته مستمرة في الارتفاع الأفضل إنه فورا يتجه أنا عملت إسعافات زي ما تفضلتي بردت جسمي دهنت فازلين على أماكن الحروق أخدت مخفضات الحرارة ولازالت درجة الحرارة مرتفعة إذن هنا يجب إنه أخذ هذا المصاب أتجه للمستشفى هنا المستشفى ستستخدم إجراء إضافي طبي على إنقاذ هذا المصاب لأنه أنت عارفة إنه ارتفاع الحرارة فقدان قدرة الجسم على التبريد هذا مؤشر غير جيد بعض الحالات ممكن ترتفع لفوق الأربعين هذا الشخص حياته في خطر شديد طيب طرق الإسعاف هذه اللي أنت ذكرتها تنفع لكل الأعمار للصغار وأيضا للكبار بنفس الطريقة طبعا 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 طيب هناك أحيانا نحن نقين شي زي ما يقول المثال نقين شي نقين شي نسعف الشخص ولكن نقوم ببعض الأشياء الخاطئة ما هي هذه الأشياء الخاطئة الممكن نعملها بحسنية وإحنا نعتقد إنه نقل الشخص إنه صحيحة إنه على طول أنا أتجاه في عملية تبريد الجسم للمي الباردة جدا أيها التلج المي والتلج مثلا على الحروق أضع تلج إذا وضعت على الحرق تلج مباشر أنا عملت حرق بالتبريد يعني التلج بيعمل حرق كمان ما بتشوفوا الناس اللي بيصعدوا الجبال أو بروحوا للمناطق التلجين باردة يصير عندهم حروق من الثلج المغامرين نعم المغامرين بيصير عندهم حروق من الثلج وممكن لا سمح الله يؤدي لبتر العضو أحيانا فإذن أنا أشد الأخطاء اللي مشهورة بين الناس إنه أول ما يصير فيه حرق يروح يفتح الفريزر في البيت ويطلع تلج ويضع عليه لا طبعا أنا ممكن أقولك كمان تفضلي أنا كانت أمي تسوي لي صلصة صلصة كانت تسوي لي صلصة يعني مشهورة في اليمن الصلصة والمعجون لا أعرف ليش الصلصة ومعجون الأسلال وفيه أشياء قالوا لي كمان الطحين الدقيق الجبنة الكاسات الكريمي يعني مش عارفة ليش هلأ هم إيش بيعملوا بهاي الفكرة هو عملية وضع أي مادة على الجسم بتنقل الحرارة من الجسم إليها فبتثبط معهم هي بتثبط وين في حروق الدرجة الأولى لكن لا أسمح الله إذا كان الحرق من الدرجة الثانية وفيه فقاعات أنا هعمل تلوث يعني ضحق تلي لأن الوالدة كانت تتم يعني كم داماً يحاملة يدي صلصة كلنا مرينا بهذه التجربة كلنا لكن هي الفكرة إنه عملية التبريد فيه واحدة والله قالتلي على الهواء قالتلي لا أنا بفقص بيضة على الحرق ورجعي كليها فهنا هي إيش عملت عملية تبريد البيضة ممكن تستوي لأنه حرارة فسحبت لكن مشكلتي وين البيض أحياناً بيكون حامل بكتيريا حامل مواد يعني بيض أو غيره يعني من المواد ممكن أنا ألوث الحرق أنا بخاف من عملية التلوث مشكلة عندي إذا كان من درجات مرتفعة الحرق يعني درجة ثانية درجة ثالثة لا سمح الله هنا أنا لوثت المكان في الدرجة الأولى بتمشي فعشان كده كانت مع أمهاتنا ربيزت العنين كانت تمشي معاهم لكن في الدرجات المرتفعة إذا دخل أي مادة من هاي المواد داخل جسمي يعني اخترقته ممكن أعمل تلوث لهذا المكان ونفس الشيء في الجروح كانوا يستخدموا البن يستخدموا أشياء مختلفة فإذا كان المكان مفتوح وتعرض لأي مادة خارجية ممكن أنا أصعب مهمة الطبيب بعد هيك لأني أنا لوثت وعرضت لمواد فبالتالي صارت مشكلة دخلنا في مشكلة أكبر فإحنا خلينا في عملية التبريد المعتدلة هلأ إذا ما عندك تلج وحاب أنك تبرد فيه حطيه داخل كيس كيس خماش كياس نايلون يعني خلي عازل بين التلج وبين الجسم ما يكون مباشر عليه المباشر بيعمل حرق إضافي بيضاعك يعني بيكون حرق درجة أولى بحوله تخيلي لدرجة ثانية يعني بطور أنا الحرق بكبر المستوى جميل جدا يعطيك ألف عافية مستشار ناهد يعني سعدنا بهذا اللقاء معاك وستفدنا حقيقة في كيفية التعامل مع هذه الموجات الحر اللي للأسف يعني نتيجة تغيرات الجو اللي بتشهد بشكل يعني ما كنا متعودين عليه نسأل السلامة يعني نسأل السلامة للجميع يا رب ويستمتعوا بأجواء الصيف يا رب إن شاء الله يكون يعني بردا وسلامنا أيه الصيف جميل وانتبهوا على أجهزتكم الحرارة بتتلف الأجهزة صحيح يعطيك ألف عافية الله يعافيكم يا رب استمتعت معاكم وإحنا أكثر الله يسعدكم